موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العرب موسيقى وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتن انتهاء عملية التعبئة الجزئية لثلاثمائة ألف شخص ومسيارات برقدار تصل القواعد العسكرية شمال شرق بولندا في ظرف عالمي متأزم تنعقد القمة العربية في الجزائر أين هم العرب من الأزمة الدولية موسيقى ظهران تؤكد أن السياي اي والاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد خططت لإطلاق معامرة ضد إيران عبر شبكة خبيثة من منظمات متعاونة معها موسيقى مجموعة عارين الأسود تؤكد المضية في المقاومة حتى آخر عنصر منها وتقول واهم من يظن أن المجموعة قد تنتهي موسيقى مساء الخير أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء عملية التعبئة الجزئية لثلاثمائة ألف شخص فيما تستمر مراكز التجنيد في استقبال الطلبات المتعلقة بتجنيد المتطوعين وقال شويجو أنه يجري إلى اهتمام خاص لإعداد وتدريب أولئك الذين تمت تعبئتهم قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مضيفا أنه كجزء من التعبئة الجزئية تطوع ثلاثة عشر ألف شخص للالتحاق بالقوات المسلحة وأكد شويجو أن هناك مائتين وثمانية عشر ألف جندي في ميادين التدريب يطورون قدراتهم القتالية تجري لتوانيا أكبر مناورات تدريبية عسكرية لها إلى جانب ثماني دول أخرى في حلف الناتو تدريبات الذئب الحديدي تستمر أسبوعين وتضم أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة جندي تابعا للجيش اللتواني أتشارك في التدريبات مركبات المشات القتالية البلجيكية جنبا إلى جنب مع الدبابات الألمانية لبرد إثني اليوم نرى الناتو متماسكا أود أن أقول إنه لا تزال لدينا إمكانية أن نرى كيف تتحد قوات الناتو للقيام بالمهمات والاستعداد للدفاع عن منطقة الناتو أو الدفاع عن دوله مثل لتوانيا التي تشعر حقا بالحماية لأن الحلفاء منتشرون على أراضيها تدريب الذئب الحديدي يظهر أننا جاهزون للقتال ويمكننا الردع وإذا فشل الردع فنحن مستعدون للقتال من أجل الليتوانيين وشركائنا في الناتو والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو نحن مستعدون لذلك هذا وصلت مسيرات برقدار إلى قاعدة الطائرات في ميرو أسلافيتس شمال شرق بولندا نائب رئيس الوزراء البولندي ماريوس بلاشتشاك قال أن أول مسيرات برقدار موجودة في القاعدة الرقم 12 وستؤدي مهام الاستطلاع والهجوم في الجيش البولندي وشدد على أنه لا يوجد جيش من دون مسيرات موضحا أنه إضافة إلى الطائرات من دون طيار تم تزويد بولندا بالرادارات ومحطات التحكم أعلن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل على توريد نظامي دفاع جوي لأوكرانيا من طراز ناسامس وأضاف بلينكين أن الولايات المتحدة على استعداد لتسليم نظامي الدفاع الجوي في 22 نوفمبر المقبل أتي ذلك على خلفية إعلان من قبل الشركة المصنعة للمنظمات أو المنظومات أن الأسلحة قد تم تسليمها لكييف والآن ينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية دكتور فائز حوالى مساء الخير دكتور فائز اسمحني أن أبدأ من تطورات الجانب الروسي بالتطورات العسكرية ولسيما بما أبلغه وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغولي الرئيس بوتين عن انتهاء عملية التعبئة الجزئية ماذا يعني ذلك بالمعنى العسكري وبمصار هذه الحرب المستمرة بداية تحية لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم الأكارم طبعا بكل تأكيد يعني ذلك بأن الجيش الروسي أصبح جاهزا لخوض المعارك المرتقبة وخاصة في منطقة زبروجي وخيرسون هذه بالدرجة الأولى إضافة لذلك على الرغم من أنه من عدد الـ 300 ألف الذين تم دعوتهم للتعبئة الجزئية لم يتم زج سوى عدد فقط لا يتجاوز 82 ألف عنصر نصفهم فقط اليوم يحارب على الجبهات والنصف الآخر ما زال يتابع تدريباته ليكون بجاهزية أكبر وأعلى هذا من ناحية من ناحية أخرى إذن ماذا يعني ذلك؟ كما ذكرت يعني ذلك أن الأوامر التي صدرت عن القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية الرئيس بوتين تم تنفيذها والتي صدرت في المناسبة في 21 من شهر أيلول الماضي وهذا يعني بأن هناك التحضيرات جاهزة وكاملة من أجل فرض الحماية على منطقة ليس فقط الدنباس التي انضمت إلى روسيا الاتحادية والمناطق الجديدة أيضا التي انضمت إلى روسيا من جديد وإنما أيضا لمتابعة العمليات العسكرية الخاصة فيما لو تم تغيير تسميتها إلى عملية مكافحة الإرهاب أو إلى عمليات أخرى أي أن هناك جاهزية قتالية كاملة على الرغم من أننا نعلم تماما بأن العدد المذكور أو المعلن رسميا لدخول الجيش الروسي لا يتجاوز عدد كبير للغاية أي لا يتجاوز 150 ألف ولكن 300 ألف الذين تم دعوتهم سوف ينضمون إلى هذه العملية العسكرية إضافة لذلك هناك المتطوعون وأشرتهم في تقريركم أن هناك متطوعون يأتون إلى التطوع من أجل الدفاع وممارست حقهم وواجبهم في الدفاع عن روسيا نتحدث عن تطوع 13 ألف تحديدا شخص للالتحاق بالقوات المسلحة الروسية نعم وهم من مختلف المدن الروسية والمناطق الروسية وأيضا هم من مختلف الاختصاصات العسكرية وهذا الأمر ضروري وهم للغاية وخاصة ظل أنه على الرغم من أن هناك عدد كبير مثلا من العسكريين المسرحين ولكن بكل الأحوال يتم زجهم في عمليات تدريبية من شهر إلى شهر ونصف يعني 45 يوم كحد أقصى ومن ثم توجيهم إلى قطاعات العسكرية ليمارسوا واجبهم في الدفاع عن روسيا بمقابل هذه التجهيزات اللوجستية وكذلك على مختلف العسكرية يمكن القول بالنسبة للجيش الروسي والقوات المسلحة الروسية في المقلب الآخر تأجيج للصراع من قبل الغرب ونحن نتحدث بوقائع يعني التدريبات التي نتحدث عنها أكبر مناورات تدريبية عسكرية بثماني دول من حلف الناتو تجري في لتوانيا أيضا نضف عليها مسيرات برقدار وهنا دخول المسيرات بمصاري الصراع وهذه الحرب ماذا يعني في ظل استمرار دعم الغرب لأوكرانيا بتزويدها بأسلحة متطورة وتتحدث أيضا اليوم بلينكين وزير الخارجية الأمريكية عن أنظمة دفاع جوي وردارات تسلم لكييف هذا إلى أين ينقل الحرب تحديدا في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نأخذ الصيغة أو الصفة التي يمكن أن نصف بها الجانب الغربي الجانب الغربي دائما يقوم على أساس الكسب الخداع الابتزاز والاستفزاز إذن العمليات العسكرية وسبق ذلك على سبيل المثال التدريبات على استخدام الأسلحة النووية الأخيرة لدول الناتو إذن هم يحاولون استفزاز وابتزاز روسيا الاتحادية وروسيا جاهزة لكل هذه الابتزازات والاستبزازات أما بالنسبة لـ جاهزة من أي معنى جاهزة دكتور فائس بكل المعنى الذي تملكه الكلمة أي أنها جاهزة لأي نوع من التصعيد وصولا إلى التصعيد النووي وهذا ما أدل عليه المناورات للأسلحة الاستراتيجية النووية المؤخرة أيضا لروسيا الاتحادية وعلى الرغم بالمناسبة بأنه لم يتم تفعيل كل ما تملكه روسيا الاتحادية من هذه الأنواع من الأسلحة التي يمكنها إيصال الرؤوس النووية إلى هدفها بشكل مباشر يعني نحن نرى بأن الأجهزة أو الأدوات أو الأسلحة التي تم استخدامها حتى الطائرات ليست من النوع الحديث الحديث وإنما هي من النوع القديم وهناك المزيد لدى روسيا الاتحادية من هذه الأسلحة هذا من ناحية ناحية أخرى إذن هناك تحضير لإمكانية أن تتجاوز الأزمة الأوكرانية حدود أوكرانيا ونحن نرى على سبيل المثال الاستفزازات النووية التي تقوم بها أوكرانيا وتهدد بها الدول الغربية بأن روسيا الاتحادية سوف تستخدم السلاح النووي التكتيكي وهذا يعني بحد ذاته نشوب حرب عالمية هذا من ناحية من ناحية أخرى نرى بأن هناك تحقيقان متوازيان يجريان في آن واحد بطلب من روسيا الاتحادية وعبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهما أولا موضوع تفجير خطي السير الشمالي الأول والثاني والأكثر أهمية طبعا هو موضوع المختبرات البيولوجية والتي لها صلاة عميقة وكثيرة ليست فقط في منطقة في جمهورية أوكرانيا وإنما ربما تعبر حدود أوكرانيا وبالتحديد هنا أقول لكم بولندا من هذا المنطلق نجد بأن بولندا تحاول تجهيز نفسها من أجل أن تدافع عن نفسها قدر المستطاع وخاصة أننا نرى بأن علاقات بولندا حتى مع دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا مع ألمانيا أصبحت في الحضيط وأصبحت بولندا على سبيل المثال تطالب اليوم ألمانيا بدفع تقاوضات عن الحرب العالمية الثانية هذا ما يخص بولندا أما فيما يخص التدريبات التي تجري في دول البلطيق طبعا يجب علينا أن نتذكر تماما بأن دول البلطيق وبإعازة من مشغليها خلف المحيطات اعترفوا بأن روسيا الاتحادية هي دولة راعية للإرهاب وهذا لا بد من أن ينتج عنه أمرا معينا للغاية هذا أولا شكرا دكتور بشكل مختصر جدا دكتور جميع العراقي التي تضاعها دول البلطيق في موضوع عبور البضائع والمواطنين إلى منطقة أو مقاطعة كالينجراد وهي تضع هذا الأمر عراقيل بشكل يومي وحتى يوم أمس تم قطع العلاقات الجمهورية ما بين روسيا الاتحادية ودول البلطيق يطلب من دول البلطيق إذن هذا الأمر يضع دول البلطيق أيضا في حال التأهب والأمر الذي أثار مخاوفهم ربما هو تواجد القوات الروسية في بيلاروسيا والذي يبلغ عددهم 20 ألف إلى يومنا هذا وذلك من أجل الدفاع عن بيلاروسيا في حال تم شن هجوم على بيلاروسيا وخاصة أن هناك حشودا كبيرا من قبل هذه كل عوامل أو عناصر عدتها أو ساحات للمواجهة قد تؤدي إلى توسع دائرة هذا الصراع خارج الحدود الجغرافية الأوكرانية دكتور رفائز على كل الأحوال للأسف انتهى الوقت أشكرك جزيلا شكر دكتور رفائز حوال الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية كنت معنا من موسكو والآن مشاهدين ننتقل إلى الجزائر والزميلة رامي الإبراهيم التي تتابع آخر التحضيرات لانعقاد القمة العربية في إطار تغطية الميادين تحت عنوان الجزائر القمة إليك راميا شكرا جزيلا لك وفا نحييكم مشاهدين إنما كنتم نحن في متابعة لهذه التغطية للقمة العربية المنعقيدة على أرض الجزائر في الأول من نوفمبر 22 وفي محطة النقاش للليلة نبحث في التحديات الأمنية الملفات الأساسية التي تبحث على طاولة القادة العرب في هذه القمة ومفهوم الأمن القومي أو الرؤية التي تطرحها الجزائر والذي تنتظره أيضا من هذه القمة على هذه المستويات لأنها قمة فريدة هذه القمة العربية الوشيكة فيها الجزائر فهي الأولى بعد موجة التطبيع الجديدة وتأتي بعد انقطاع داما لمدة ثلاث سنوات وفي ظرف عالمي متأزم يستدعي موقفا موحدا يبدو حتى الآن بعيد المناء محمد بو عبدالله يلتأم شمل العرب هكذا أرادت الجزائر وفي أي توقيت دخل العالم حقبة جديدة بمخاض عسير مدخلا معه العرب كأمم الأرض قاطبة وهم دول غير متكتلة متفرقون والقصد بالتفرق نظام رسمي عربي كما اصطلحت عليه أنظمة دوله بات فاقدا لمقاومات التماسك السياسية كما يراه كثيرون وليس أدل على ذلك من القضية الجامعة بعد تنص لأنظمة طبعت حديثا فهل إلى تكتل فعلي من سبيل؟ من مقتضيات المرحلة توحيد الصف في ظرف مفصلي تاريخي مصري كما يحدث من مواجهة روسية أطلسية في أوكرانيا بارتداداتها العالمية الاقتصادية والسياسية وبين الصين والغرب قضية سيادية ساخنة هي مصير جزيرة تايوان إذ تعاملها واشنطن كدولة من دون اعتراف صريح كما فعلت بيلوسي أخيرا ما يرشح التأزم الدولي إلى المزيد وتبدو الصين وبقية دول بريكس قطبا تكتليا جاذبا فالتكتل الخماسي اقتصادي منافس لمجموعة السبع ولا يخل من أبعاد سياسية فقد كان محرك نشأته قبل نحو عقدين روسيا ربما استشرافا حينها لعالم اليوم وقد أبدت الجزائر ومصر والسعودية أخيرا حماسة للانضمام وفي التوقيت خلفيات قد يكون منها الرغبة في اللحاق المبكر بعد اتضاح بعض معالم العالم الجديد ولكن هل في ذلك ما يؤشر على رؤية عربية مشتركة تنعكس بموقف موحد في القمة المقبلة من الأزمة العالمية يبدو الصراع متصاعدا بين غرب العالم وشرقه الروسي الصيني وقد سلكت دول عربية مسلكا بعيدا عن واشنطن إن لم نقل قريبا من موسكو وبيكين ولكن النظام الرسمي العربي متشض إنجاز وصفا غير قادر حتى على تجميع قادته في قمة واحدة وتلك العمر كمنقصة في أدنى شروط العمل المشترك قد تضيع للعرب فرصة تاريخية في عالم يعيد صياغة نفسه للنقاش معنا هنا في الستوديو دكتور نجوى عابر أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بكي وأنت تأتينا إلينا وتحملين بعضا من زي يرمز لجانب من الأزياء الفلكلورية الخاصة في هذا البلد العديد شكرا على الاستضافة أولا ومرحبا بكم في وطنكم الثاني الجزائر فخورونا وسعيدونا جدا بحضركم معنا لمرفقة هذه القمة وبالطبع تتزين الجزائر ككل لاستقبال إخواننا وأشقائنا في هذه القمة المباركة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور وشكرا على قبول الدعوة ومباشرة الكثير من الملفات حاضرة على جدول أعمال هذه القمة تريدها الجزائر قمة لم الشمل العربي وعندما نبحث في ذلك تطبيقا أمام الملفات والتحديات الأمنية ما هي الرؤية التي تطرح الجزائر وتسعى لأن تصل إلى قاعدة سابتة صلبة تجمع فيها الشمل العربي انطلاقا من التحديات الأمنية دكتورة بالفعل هناك العديد من التحديات الأمنية العالم على مفترق طرق الجزائر تنطلق أولا من مبادئها الراسخة هي تتحرك برؤية استراتيجية واضحة وفق أطرها الطبيعية وفق الإطار المتوسطي الإطار الإفريقي وأيضا الإطار العربي الجزائر تريد إعادة أو تفتح فرصة وصفحة جديدة لكل العرب لإعادة التموقع لتنسيق العمل العربي من جديد لتوحيد الصف العربي لتوحيد الموقف العربي للابتعاد أو لعلاج ما يمكن علاجه من تبعات أو تجاوز الخلافات والتبعات التي لحقت بالدول العربية خاصة بعد موجة الربيع العربي وأيضا في هذه الفرصة السانحة أين تضع التوازنات الدولية العالم العربي أمام قرارات مصيرية إما التكتل والخروج بمواقف موحدة ومحاولة تجاوز الخلافات السياسية خاصة والتحول إلى كتلة عربية فاعلة ومؤثرة في التجذبات الدائرة وإلا فالخيار هو التراجع إلى ما لا يحمد أقبال وبما هذا مشروع يوضع لأنه طموح بالنظر إلى القراءة السريعة والمباشرة لواقع الدول العربية في رؤيتها أساسا أو لنظرتها ومفهومها للأمن القومي العربي وبتالي ما هو التعريف الذي يمكن البناء عليه للأمن القومي العربي حتى يكون موضوع أساسا على طاولة القادة العرب إن كان هناك من تعريف خاص الآن لهذه المرحلة لأنه تعددت التسميات والطروحات في قمم عديدة تحت مفهوم الأمن القومي العربي لكن اليوم جزائر أي تعريف للأمن القومي العربي الذي تدعو فيه القادة العرب لأن يلتأم في الرؤية حوله ويتفق فيما بعد على آليات للوصول أو النفاذ إليه أظن أن العرب انتقلوا أو لا يمكن الحديث مطلقا في هذه اللحظة حتى نكون أكثر موضوعية عن مفهوم جامع ومفهوم وحد للأمن القومي العربي الذي أسقط للأسف بداية التسعينات مباشرة بغزو العراق لأن الجامعة العربية كانت جسر للأسف لهدم العديد من الدول العربية لذلك ودون الولوج في هذه التفاصيل تعمل الجزائر اليوم قلت على تجاوز الخلافات مدام العالم في إطار إعادة بناء توازناته في إطار إعادة تموقع القواء الكبرى والقواء الوسطية الجزائر تبحث أو تطرح فكرة بناء وإعادة ومراجعة لكثير من المواقف في شكل تكتلي في شكل كلي في شكل يحيد النزاعات البينية وأيضا ما أدى في مرحلة ما إلى تنفيذ فكرة التدمير الذاتي التي انتهت للأسف بتدمير العديد من الدول العربية ودول الارتكاز العربي دكتور أنت تزدانينا بوشاح من الكفية الفلسطينية وتضعينا أيضا دبوس على وشاحك أيضا على حطة الرأس أيضا على مأة الفلسطيني سابقا كان العرب يجتمعون على القضية الفلسطينية في تشخيص العدو إسرائيل في ضرورة تحرير فلسطين كمنصة لمفهوم الأمن القومي العربي أين نحن اليوم من ذلك؟ والجزائر تضع قضية الفلسطينية على سلم الأولويات في أجندة هذه الجامعة وتطلق على هذه القمة قمة فلسطين بالنظر إلى ركب التطبيع الذي سار باتجاه إسرائيل بعض الدول البعيدة حتى عن المواجهة ووقعت اتفاقيات سلام كيف يمكن لحظ مفهوم الأمن القومي العربي انطلاقا من وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لبعض الأنظمة الرسمية العربية؟ كانت القضية الفلسطينية هي مركز أو كانت القضية الأولى والملف الأول على أجندة الجامعة العربية والجيوش العربية التي واجهت عصبات اليهود التي احتلت فلسطين كانت تحت المظلة العربية والجامعة العربية بكل موجها لها من انتقادات كانت لها مواقف حاسمة فيما تعلق بمقاومة الغزو الصهيوني وفي دعم ومساندة القضية الفلسطينية التي اعتبرت القضية المركزية للأمة العربية لكن تم تحييد مصر أولا في 1979 بعد توقيع كامب ديفيد ثم توالت السقطات أوسلوا واد عربا وبعدها سلسلة التطبيع ضمن ما يعرف بصفقة القرن وهي صفقة غامضة لحد الآن لكن ما تراهن عليها الجزائر هي الشعوب الشعوب العربية التي أثبتت حتى آخر تدخل أو آخر حرب مع غزة أين ذهبت الشعوب وأسقطت حدود سايكس بيكو الشعوب العربية التي تحولت من لبنان وسوريا والعراق والأردن وزحفت على حدود سايكس بيكو وأسقطت هذه الحدود في سابقة لم تحدث من قبل تلاحم هذه الشعوب نفسيا وتلاحم هذه الشعوب المؤيدة لفلسطين والتي لم تصدقت فلسطين من ذاكرتها الجماعية ولا من وعيها الجماعي فلسطين ما زالت لحد الآن القضية المفصلية والمحورية لكل الشعوب العربية سواء نخب أو جماهير هل يمكن أن تعود فعلا إلى مركز لتعريف المفهوم الأمن القومي العربي أو نقطة جمع لذلك لأن أنت أشرت تشكيل الجامعة العربية كان لأن تكون منصة لحل الأزمات والخلافات والمشاكل وأن تكون أيضا عاملا لتوحيد الصفوف وأيضا التعاون والعمل المشترك العربي على غير مستوى واحدة أيضا من الأسباب هو في مواجهة حركة الحركة الصهيونية التي كانت تقوم بنقل اليهود إلى أرضنا المحتلة قبل النكبة نحن نتحدث هنا عن 45 من القرن الماضي وبتالي وجهية الطرح اليوم أن تعود القضية الفلسطينية بعد ركب التطبيع لهذا الموقع حيث ذكرت على مستوى القرار على مستوى القرار السياسي أظن أن المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية في 2006 قلبت المعادلة الاستراتيجية كليا حرب تموز 2006 قضت على ما يعرف بمعادلة الردع النووي التي كانت تمارسها إسرائيل في مواجهة العرب وتحديدا في مواجهة دول الطوق لكن تدخلات أو حروب الإسرائيلية ضد غزة ومقاومة والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني ككل سواء حزب الله سواء الجهاد الإسلامي سواء القسام أيضا بالنسبة لدول داخل الخط الأخضر اليوم نرى الانتفاضة تنتقل إلى الضفة والخليل ونبلس وعدة مدن فلسطينية بمعنى كل مسيرة التطبيع لمدة ثلاثين سنة فشلت في تحويل غزة إلى الضفة وإنما تحولت الضفة إلى غزة أخرى اليوم لأول مرة وهي سابقة لم تحدث أنه في الحرب الأخيرة 2021 إسرائيل تعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد وهذا لم يحدث من قبل أن استسلمت إسرائيل بعد أن تم تركيعها بعد الأداء المذهل وغير المتوقع والفشل الاستراتيجي للدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية وإلى أي حد اليوم ذلك قوس من ما قد يجمع القرار العربي أو الرؤية العربية على مفهوم واحد أو أرضية للأمن القومي العربي أو حتى مواجهة تهديات الأمنية ما يجري على مستوى العالم التدعيات التي نشاهدها بعض العملية روسية في أوكرانيا خصوصا على الأمن الغذائي وهذا أيضا ملف تضعه الجزائر في سلم الأولويات في هذه القمة وارد أن يكون كذلك؟ بموضوعية أكثر برؤية موضوعية أكثر نقول أن المقاومة الفلسطينية رغم ثقة التبعات الإنسانية استطاعت أن تخلق معادلة استراتيجية مختلفة حصرت الأنظمة العربية المطبعة في ركن وأفقدتها كل شرعية لا رغم خطاب الترويج للتطبيع إلا أن من الناحية الأخرى في شكل موازي الشعوب العربية قلت ما زالت تدفع وتساند وتتحرك وإن ما زالت تحركاتها في حالة كومون لكن المستقبل يحمل أفاق أخرى بالنسبة لتبعات ما أحدثت موجة الربيع العربي التي أدخلت الكثير من الدول العربية سوريا للأسف ونقولها بمرارة وألم ليبيا اليمن السودان لبنان حالة تعسر في حالة لا استقرار سياسي حالة اقتتال داخلي وأيضا الكثير من الأزمات إن عدد مت لكنها لم تأتي من العدم شاركت بعض الدول العربية في هذه الساحات وكان هناك اقتتال بيني وتدمير لبعض الساحات العربية بمشاركة بعض الدول العربية هل وصلنا لمرحلة المراجعات بمعنى اللحظة اليوم على الساحة الدولية قد تدفع للوصول إلى ذلك وأي رؤية تطرحها الجزائر لأنه تحدث عن الأمن الغذائي على المستوى الدول العربية واتحدث أيضا عن أمن الطاقوي وهذا أيضا من الملفات التي قد تكون حاضرة أو جامعة بالنسبة لبعض الدول العربية خصوصا أن نشاهدنا يعني بعض الدول الخليجية تتخذ موقفا مفردا أو بعيدا عن ما يريده الغرب وهذا حدث في أوبيك بلاس باجتماعه الأخير بعملية خفض إنتاج النفط بالفعل التوازنات القائمة دفعت أو ساهمت في بناء رؤية جديدة ورؤية بدأت خاصة في القرارات العربية الخاصة بالنفط أين رفضت الدول الأساسية المنتجة رفع إنتاجها ومن ثم النزول بأثمان النفط في هذه المرحلة خاصة أن الأزمة الأوكرانية أو الحرب الأوكرانية ما زالت مرشحة للتصعيد وأيضا ما زالت مرشحة حتى تتسع دائرتها لكن ما يهمنا أن المواقف العربية حتى وإن ابتعدت المواقف السياسية عن تطلعات الجماهير اليوم قلت معادلة استراتيجية جديدة تلج إلى الساحة العربية تجذبات جديدة على المستوى الدولي متغير التكنولوجيا الرقمية خلق تهديدات جديدة تهديدات جديدة وأيضا خلق هامشا للحركة ولإحداث الموازنة في مواجهة إسرائيل وغير إسرائيل على كل أحوال الملفات التي تحضر الآن والتي تحتاج بالفعل لأن يكون هناك مراجعة كما أشرنا موضوع أمن الطاقة وحتى الأمن الغذائي وملفات أساسية هي مرتبطة لكنها تضع تدح حديات كبيرة على طاولة القمة العربية التي يفترض أن تنعقد والتي ستعقد في الأول من الشهر المقبل ولذلك وأنت تبقين معنا دكتورة وجهت لزنة المتابعة للمؤتمر العربي العام مذكرة إلى المجتمعين في قمة الجزائر دعت فيها إلى إلاء القضية الفلسطينية الاهتمام اللازم وإلى حماية الشعب الفلسطيني في وجه المجازر والاعتداءات الإسرائيلية اللجنة مشاهدين شددت على ضرورة إسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل القديمة منها والجديدة ولا اعتماد المقاومة سبيلا لتحرير الأرض وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وضعت اللجنة إلى العملية على إلغاء القرار الجائر وغير المبرر الذي تم اتخاذه بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ومؤسساتها كافة كما أشارت اللجنة إلى ضرورة وقف الحرب على اليمن وفيه وإنهاء كل أشكال الحصار والانقسام التي واجهها الشعب اليمني عبر حوار يمني يمني فضلا عن القيام بجهود خاصة لمعالجة الأزمة الليبية المستمرة اللجنة لفتت إلى العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في لبنان خصوصا مع احتمالات الشغور الرئاسي في المتابعة أيضا معنا عبر الهاتف من بيروت السيد محمد أحمد البشير عضو لجنة المتابعة المؤتمر العربي العام إذن معنا من عمان أهلا بك سيد محمد أحمد البشير ما الهدف والخلفية التي تدفعكم لإرسال مثل هكذا مذكرة أهلا بك لجامعة الدول العربية إلى القمة المنعقدة في الجزائر أولا المتغيرات الدولية لا شك أن المتغيرات الدولية وكان أبرز تجليد ما أقدمت عليه أوبك زائد هذا يعني موقف يؤكد ويؤشر على متغير حقيقي ممكن البناء عليه بعد أن أصبحت الحرب الغربية الروسية من خلال أوكرانيا تؤكد مرة أخرى أن هذا العالم هو ذاهب إلى التغيير في الأقباب التي تتحكم فيها التي كانت تتحكم في أمريكا اليوم حلفاء أمريكا أصبحوا يفكرون جليا في أن هذه التبعية الخاسرة مستقبلا لا بد أن تتغير وبالتالي نحن نجد في هذه القمة مجالا للتفاؤل في محاولة وقف هذه الهرولة التي قام فيها نظام الرسم العربي تجاه هذا الكيان الذي تقود عصابات ضد شعبنا العربي الفلسطين هذه من ناحية ناحية أخرى عندما نجد أن المقاومة في لبنان استطاعت أن تفرض هذا الترسيم بموازين قوة أصبحت اليوم أفضل مما كانت عليه وهي هذه المحاولة تمت خلال الفترات الماضية وكانت تفشل استطاعت المقاومة أن تنتزع حقوق لبنان وأن تؤكد أن خيار المقاومة والتزام مع الجانب اللبناني بكل مكوناته مع هذا الخيار هذا متغير وعندما نتحدث عن الداخل الفلسطيني ونجد أن هناك ثورة شعبية حقيقية مسلحة أصبحت تشابه النت هذه العصابات الطهيونية التي تمتلك من الخبرة العسكرية وتمتلك من الإمكانيات وتمتلك من الدعم الأمريكي وتمتلك أيضا من النظام الرسم العربي الذي هرول بالتطبيع أن هؤلاء يقفون أمام كل هذا الواقع هذا كله متغير يؤكد مرة أخرى أن الخطاب الذي قالته هذه الرسالة والمستند فيه إلى أن هناك أحزاب عربية مكون لهذه اللجنة هناك المؤتمر القومي العربي هناك المؤتمر القومي الإسلامي هناك لجنة القدس الدولية هناك الجبهة العربية التقدمية مكونات هذه اللجنة المتابعة تعبر عن شريحة واسعة من وطن العربي ترى من نظامين ما ورد في هذه المذكرة وما المأمول ما الذي تتوقعونه سيد محمد أحمد البشير بعدما أرسلتم هذه المذكرة وإلى أي حد تعطونا ربما خصوصية بالتعامل معها بشكل إيجابي أو عملي لأن هذه القمة تعقد على أرض الجزائر يعني لاحظنا خلال فترة الماضية أن هناك محاولات عديدة من أكثر من دولة عربية لخلق محاور يعني ضد المحاور التي كانت تحاول أن تهروس نحو الكيان الصهيون ورغم أنها موقع لاتفاقيات سابقة كانت هذه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني خاسرة على أكثر من صعيد سواء كانت اتفاقي كام ديفيد أو وادي عربة أو أوسلو كل هذه الاتفاقيات كانت خاسرة ودعت بشكل أو بآخر إلى محاولات قمم تمثلت في قمة أردنية عراقية مصرية يعني كانت تنذر أو تشير أو تظهر حقيقة أن ما سبق كان دائما خاسرا لهذه الشعوب هذا طبعا مدخل مدخل مهم أن الجهود الدبلوماسية الجزائرية ومحاولات الرئيس في الوصول إلى مختلف المواقع والدفع باتجاه المصالح الفلسطينية كل هذه عنوين تؤكد مرة أخرى أن هذه الرسالة ارتكزت على انطباع وأيضا تفاؤل حقيقي في أن نذكر هذه القمة في أن هناك شعبا فلسطيني ينقاون بحاجة إلى دعم حقيقي شكرا جزيلا لك سيد محمد أحمد البشير عضو لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام ضيفنا كنت معنا عبر الهاتف العاصمة الوردنية عمان أعتدد منك انتهى الوقت المخصص لهذه المداخلة وسأختم وإياك بتعليق أخير دكتور نجو عابر وقد شهدتك يعني تدوينا بعض الملاحظات إذا ودت أن تعلقي وما النتائج التي يمرجوها أو يمكن واقعيا أن نراها على مستوى هذه التحديات التي ذكرنا جانبا منها الخيار الوحيد هو المقاومة المقاومة هي التي تمكنت من كسر الكيان الصهيوني بالفعل الذي يعيش اليوم أزمة حقيقية سواء على مستوى بنية الجيش أو على مستوى الرؤية الاستراتيجية لهذا الجيش موقف الأمريكي ينحصر المساند لإسرائيل الآن نرى ونشهد أن مشرعين أمريكيين سواء جمهوريين أو ديمقراطيين ينقلبون على الموقف الأمريكي ويعتبرون أن إسرائيل هي عبء استراتيجي تمادي أو مساندة المقاومة سواء داخل الخط الأخضر سواء في الضفة الغربية سواء في دول الطوق هذا أمر ضروري وهذا قرار استراتيجي لا خيار آخر عنه دكتور ناشو عابر أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ضيفتنا هنا في استوديو الميداني في الجزائر شكرا جزيلا لكم شكرا لكم ومرحب بكم أهلا وسهلا بكم في وطنكم شكرا جزيلا لك هي نافذة نغلقها إذن مشاهدينا ونعود بكم إلى استوديوهات الميداني والزميلة وفا سرايا إليك وفا شكرا جزيلا لك راميا ولضيفتك الكريمة مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال هذه النشرة فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم أكد بيان مشترك لوزارة الأمن الإيرانية وجهاز استخبارات حرس الثورة أن الوثائق الأمنية تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية وأجهزة حليفة لها ورجعية خططت لإطلاق مؤامرة في عموم إيران وبحسب البيان فأن المؤامرة تهدف إلى ارتكاب جريمة ضد الشعب ووحدة أراضي إيران وتهيئة الأرضية لزيادة الضغوط الخارجية وأضاف أن الدورة الأساسية أدته السي اي اي بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد وآخرين ولفت إلى أن المعلومات أكدت أن التخطيط وتنفيذ الجزء الأكبر من أعمال الشغب كان وراءهما الموساد بالتعاون مع المجموعات الإرهابية وكشف أن المنظمات الاستخبارية الأمريكية تخصص مليارات الدولارات سنويا لمعرفة العناصر الذين لديهم استعداد للعمل مع شبكات غربية هدفها التأسيس لنظام أو نظام تغييرات اجتماعية وحرف مطالب الشعبي وخلق مطالب كاذبة إذن مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية تنديدا بالهجوم الإرهابي الأخير في مدينة شيراز التفاصيل مع الزميل من حمرية لم تكن صلاة الجمعة في طهران عادية هذه المرة لم تهدى حناجر المصلين عن رفع الشعارات الموت لأمريكا وإسرائيل ولتيار الفتنة غضب واسع خلفته العملية الإرهابية التي استهدفت مصلين في مقام أحمد بن موسى القاضم في شيراز يبرز جليا شعبيا وسياسيا لقد أظهر شعبنا يقضة وبصيرة ولم تنطل عليه حيالهم ولكن علينا حل مشاكلنا الداخلية بأنفسنا وسنفعل ذلك بهمة الشعب والمسؤولين ولن نهدأ حتى ننتقم لدماء جميع الشهداء من هذا التيار المشؤوم ومن من شئه ومنابعه عقب الصلاة خرجت مسيرات حاشدة في مدن إيرانية عديدة هذه واحدة منها في العاصمة طهران مسيرات تحمل في ذاتها رسائل للداخل والخارج العمليات الإرهابية والعنف لن يثني الشعب عن مواصلة دعمه لنظامه وسيزدان من وحدة المجتمع الإيراني خلافا لما يريده أعداء ويران هكذا يقول هؤلاء حتى الصغار منه نريد أن نقول لأعداء إيران إنكم لا تستطيعون ارتكاب أي حماقة لأننا سنكون موجودين في الصحات دوما إذا أردنا معرفة من يريد مصلحتنا ومن يريد بنا السوء فذلك أمر بسيط ما حدث في شيراز أمر محزن وتم استغلال الأحداث التي وقعت من أعمال شغب وغيرها ربما هناك صعوبات وبعض الاحتجاجات محق لكن على هؤلاء إبعاد أنفسهم عن الدواعش الوحوش الذين أظهروا صفاتهم الأساسية في شيراز يدرك هؤلاء حجم المؤامرة التي تحاك ضد إيران من مخططات التقسيم إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد وربما هذا ما دفع قادة إصلاحيين إلى رفض العنف والتأكيد على الوحدة لإفشال مخططات الأعداء كلما اشتدت أعمال الشغب والإرهاب زاد التفاف هؤلاء حول نظام الجمهورية الإسلامية الرسالة ليست للداخل بقدر ما هي للخارج تحديدا للولايات المتحدة وإسرائيل من الحمرية طهران الميادين هذا وقد أحبطت استخبارات حرس الثورة في إيران عملية إرهابية في منطقة معالي أباد في مدينة شيراز جنوبية إيران وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد تمكن عناصر الاستخبارات من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في المدينة قبل انفجارها وتم القبض على شخص مرتبط بالحادث أكد بيان لعرين الأسود أنه لو بقي من مقاتليها جندي واحد فإنه سيموت لتستمر فكرة المقاومة مستنكرا بقاء بندقية لا تشتبك ولا تفكر في الاشتباك ومهدنة من يستبيح دماء الفلسطينيين وضاف أن من الوهم ظن انتهاء العرين أو أن يظن أحد أن لديه معلومات أصلا عن المجموعة وقال البيان أن مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاثة أقسام شهداء مضوا وجرحا وقسم ينتظر هم جنود الله وخاطب من وقفوا إلى جانب القائد وديع بأنهم سطروا معركة مهما حاول الاحتلال إخفاءها فستظهر نتائجها كما خاطب كتيبة بلاطة وعشة دبابير وكتيبة جنين وكتيبة عسكر بأن اللقاء سيكون في المعارك كما دع البيان أبناء مدينة نابلوس المحاصرة إلى الخروج والنظر إلى طرقات المستوطنين ليروا أنها فارغة وأنهم هم المحاصرون كذلك شيعت جماهير غفيرة من الشعب الفلسطيني بمحافظة نابلوس اليوم جثماني الشهدين في الدفاع المدني عماد أبو رشيد البالغ 47 عاما ورمز ساميس بارا البالغ 35 عاما إلى مثويهما الأخرين في مخيم عسكر شرق نابلوس وكانت فصائل المقاومة قد نعت من وصفتهما بشهدي الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة ودعت كل المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهدين البطلين في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وتوجيه الرصاص نحو العدو كشفت صحيفة وولستريت جونل الأمريكية أن رجال أعمال إسرائيليين شاركوا في مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الأسبوع وعدت وولستريت المشاركة إشارة واضحة لكنها خفية على العلاقات التجارية المزدهرة والقبول الإسرائيلي المتزايد في المملكة رغم عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الرياض عمقت العلاقات التجارية والأمنية السرية مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لا يزال الاتفاق البحري مع لبنان يشكل مادة دسمة للسجال السياسي في إسرائيل ولسيما في ظل إجماع محللين إسرائيليين على أنه لو لا تهديدات حزب الله لما أنجز الاتفاق تقرير منال إسماعيل حتى بعد توقيعه في النقورة لا يزال الاتفاق البحري بين بيروتا وتل أبيب يتصدر العنوين في إسرائيل بين مرحب به ومنتقد له تطرق الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله للاتفاق كان محط اهتمام المحللين في إسرائيل الذين رأوا أنه لو لا تهديدات حزب الله لما أنجز الاتفاق اتفاق الغاز مع لبنان هو اتفاق سريع تم تحت المسدس والتهديد وهو غير مناسب من ناحيتنا أعتقد أنه يسجل في الاتفاق إنجاز لنصر الله لأنه على مدى عشر سنوات من المفاوضات لم نصل إلى مكان فقط عندما قال إذا استخرجتم الغاز من كريش ستضربون عندها إسرائيل لم تستخرج الغاز من كريش والآن بعد التوقيع على الاتفاق يطرح السؤال إلى أي حد سيواصل نصر الله ردعنا محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية إيرلابيد إظهار أن الحكومة كلها تقف خلف الاتفاق وأنه يحمل في طياته تطبيعا واعترافا من قبل لبنان بإسرائيل لم تنجح بنت هاجم رسالة الضمانات الأمريكية للاتفاق مع لبنان خلال اجتماع الحكومة وقال إنها لا تسوي شيئا وإذا خرق حزب الله لاتفاق فإن الولايات المتحدة لن ترسل المضليين لديها للهبوط في النقورة وستضطر إسرائيل لمعالجة ذلك بقواتها الذاتية مع العلم أننا سمعنا رئيس الحكومة لبيد يقول إنه يوجد هنا اعتراف لكن يجب القول إن الرئيس اللبناني عون قال إنه لا يوجد أي اعتراف بإسرائيل ونصر الله يتفق معه أيضا ويقول ما وقعه عون ليس اتفاقا دوليا ولا اعترافا بإسرائيل ولا يوجد هنا أي تطبيع وهذا أمر مهم جدا في الموازات يستمر الاتفاق مادة دسمة للسجال السياسي في إسرائيل ولسيما عشية انتخابات الكنيست حيث يلوحون في اليمين بتشكيل لجنة تحقيق إذا ألفوا الحكومة لتطقيق الاتفاق الذي وصفوه بالسيء والخطير لكونه قد حصل وفقا لهم تحت التهديد وبموجة بجدول زمني حدده حزب الله والآن تذكير بأبرز العنوين وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتن انتهاء عملية التعبئة الجزئية لثلاثمائة ألف شخص ومسيرات برقدار تصل القواعد العسكرية شمال شرق فولندا في ظرف عالمي متأزم تنعقد القمة العربية في الجزائر أين هم العرب من الأزمات الدولية تهران تؤكد أن السي اي اي والاستخبارات البريطانية والسعودية والموساد خططت لإطلاق مؤامرة ضد إيران عبر شبكة خبيثة من منظمات متعاونة معها مجموعة عالين الأسود تؤكد المضية في المقامة حتى آخر عنصر منها وتقول واهم من يظن أن المجموعة قد تنتهي ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية الإنجليزية وكذلك الإسبانية هذه النشرة انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر